يتمتع الصينيون في المملكة بحياة كريمة مليئة بالحيوية والسعادة والنشاط الرئيس التنفيذي لمركز الإدارة الإقليمي لشركة شاين هاربو السيد يانك تسيوان عبر عن انطباعه وتجربته الشخصية منذ قدومه إلى أرض المملكة بدأت العمل في الشرق الأوسط منذ العام 2006 واجئت إلى المملكة عام 2009 للانخلاط في إدارة المشاريع تتركز أعمال الشركة في المواصلات العامة وبناء المدن بما تشمل بناء الموانئ والطرق والجسور قمت بمشروع رأس الخير وبناء الموانئ والمرافق المساندة في جهزان وفي العام الماضي انتقل المقر الإقليمي في الشرق الأوسط إلى الرئيس شراكة متنامية تشهدها العلاقة بين مملكة الصين والمتدة لأكثر من ثلاثة عقود في السنوات الأخيرة شاركنا في الكثير من مشاريع بناء البنية التحتية في المملكة مثلا شاركنا في إنشاء سبعة من تسعة موانئ في المملكة وخاصة اثنين منها قمنا بالأعمال بناء الصفر إلى تحويلها إلى موانئ حديثة وتعتبر مدينة جهزان الاقتصادية من أهم المشاريع التي قمنا بها في المملكة حيث شاركنا في بناء العديد من البنى التحتية بما في ذلك المشاريع الأولية وحلول التجريف ومحطة إعادة الشحن مما فتح الباب لاستيراد البضائع وتصديرها في جنوب غرب البملكة لقناة الإخبارية عبد الرحمن الموسى الرياض